بصبح لك يا نهواند و بصبح لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر نادي الأهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الأمور والمسجدات الخاصة سواء باق الفريق الأول لكرة القدم أو أيضا الفرق الرياضية الأخرى خلينا نبدأ طبعا باق الفريق الأول لكرة القدم اللي خلاص يعني يمكن ميران النهاردة بدأ فيه تمام الساعة العاشرة بالفعل على ملعب مختار التتش ده استعدادا طبعا للمشاركة فيه بطولة كأس العالم للأندية النهاردة طبعا ينهواند بعد ما الميران هينتهي من أو بعد يعني اللعبين والفريق ما ينتهوا من الميران هيتوجهوا مباشرة للمطار طبعا لتوجهه إلى السعودية للمشاركة فيه بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام فيه الفترة من يوم 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر الجاري طبعا زي ما احنا عارفين أن النادي الأهلي هينتظر الفائز من مباراة أوكلن سيتي نيوزيلندي والتحاد جدة السعودي وأول مباراة للنادي الأهلي رسمية هتكون يوم 15 من ديسمبر الجاري خلينا نقول أن يعني مبارح كان فيه أجازة من الميران والنهاردة بيستقنف الميران زي ما نقولت لك يا هوند خلاص يعني بدأ فيه تمام الساعة العاشرة صباحا والحقيقة أنه بيشارك فيه جميع اللعبين سواء بقى اللي شاركوا فيه مواجهة شباب بلوزداد أو الذين لم يشاركوا خلينا نقول أن الميران أول الأمس كان يعني لكل اللي شاركوا فيه مباراة شباب بلوزداد كان لتخفيف الحمل البدني ولكن النهاردة بقى كله هيشارك بشكل أساسي طبعا في معادة المصابين اللي يعني بيقوموا بتدريبات خاصة على هامش الميران سواء في الجيم أو العلاج الطبيعي وأكيد طبعا يعني أغلب حالتهم مطمئنة وهينضموا للتدريبات الجماعية بشكل يعني طبيعي ومستمر عقب عودة الفريق من السعودية والمشاركة في كأس العالم للأندية نتمنى كل التوفيق للفريق الأول لقرة القدم في مشاركته في كأس العالم للأندية خلينا بقى نروح لكل الفرق الرياضية الأخرى وبدايتنا النهاردة مع فريق المسر طبعا أو رجال كرة الطيرة الحقيقة أن هم بعد ما فازوا على بيترو جات أول أمس في الدوري ودي المرحلة الثانية من بطولة الدوري طبعا المصري خلينا نقول لقبلها كمان كانوا فازوا على نادي بيترو جات الحقيقة أن هم بيستقنفوا تدريباتهم بشكل مستمر وأن هم كانوا موجودين النهاردة كان مرانهم في الصباح البكر كانوا موجودين حقيقة يعني منذ الساعة ثمينة ونصف صباحا أو التساعة صباحا لاستقنف تدريباتهم بشكل مستمر ده طبعا يعني استعدادا لمباراة يوم السبت إن شاء الله أمام نادي الترسنة واللي هتقام فيه تمام الساعة الثمينة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقار نادي الأهلي هنا بالجزيرة أيضا سيدات الطيرة عندهم مواجهة في منافسات بطولة الدوري هتكون أمام وادي دجلة على صالة الشهداء أيضا بمقار نادي الأهلي بالجزيرة هتقام فيه تمام الساعة الثمينة مساء ده هيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله تحديدا يوم الاثنين المقبل خلينا بقى نروح لكرة السلة والبداية مع سيدات سلة الأهلي طبعا يعني يمكن كانت آخر مباراة ليهم يا نهواند كانت مباراة بطولة وكان كأس السوبر المصري اللي فازت به طبعا سيدات سلة الأهلي على حساب نادي الجزيرة تحديدا كانت المباراة دي أقيمت فيه يعني يوم 20 نوفمبر يعني من حوالي 3 أسابيع من بعدها الحقيقة إن ما كانش فيه أي منافسات رسمية ولكن الفريق كان بيستقنف تدريباته بشكل مستمر منذ 20 نوفمبر الماضي وطبعا هيعود مرة أخرى للمنافسات في بطولة منطقة القاهرة دي هتكون أول مواجهة ليهم بعد غد إن شاء الله الأربعاء وهتقام فيه تمام الساعة الرابعة عصرا على صالة أستاذ القاهرة وده هيكون إن شاء الله بعد غد الأربعاء يعني خلينا أقولك إن بعد مباراة مصر للتأمين هيواجهوا بعدها اليوبلس ونادي الشمس وبعدها نادي الجزيرة بنتمنى كل التوفيق لسيدات سلة الأهلي فيه مواجهته من شاء الله بعد غد أمام مصر للتأمين ويعني بنتمنى إن هم يفوزوا بي بطولة منطقة القاهرة وتبقى تاني بطولة في السيزن ده بعد كأس السوبر اللي حصل عليه في يوم 20 نوفمبر الماضي خلينا بقى نروح ليعني يمكن برضو فريق الناشئين والناشئات بيحققوا نتائج كبيرة جدا زي ما احنا شوفنا طبعا نهواند وأكيد انت استعرضتي اجتماع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع ناشئين وناشئات طبعا فريق السلة وشوفنا أكيد كان كلام مهم جدا وسابورت ودافع مهم جدا للأمام خاصة بعد ما هم حققوا نتائج كبيرة خلال الفترات الماضية ويمكن يعني بعد هذه الكلمات برضو احنا معانا نتائج كبيرة ليهم جدا والبداية مع شباب بسلة الاهلي عشرين سنة اللي قدروا ان هم يفوزوا على الطيران بنتيجة تمانية وستين واحد وثلاثين ده ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة ايضا ناشئات الاهلي ستاشر سنة قدروا ان هم يحققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجة طبعا خمسة وستين سبعة وعشرين وده فرق سكور كبير جدا يعني ده ايضا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة بالنسبة بقى لفرق اليد الحقيقة ان بعد طبعا فوز رجال يد الاهلي بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك شفنا طبعا مباراة يعني يوم السبت الماضي اللي قيمت فيه الامارات كانت مباراة كبيرة جدا على حساب نادي الزمالك الحقيقة ان بعد عودة البعثة من اكيد الامارات الحقيقة ان هم عادوا مساء امس الاحد الحقيقة ان هم هيستمروا بقى او هيستأنفوا تدريباتهم ايضا بشكل مستمر ولكن الحقيقة مش هيكون فيه اي منافسات لفريق اليد الاهلي علشان اكيد طبعا عدد من الفريق هيشارك في منتخب مصر والمعسكر الخاص بكأس الامم الافريقية وهي دي البطولة اللي هتقام ان شاء الله طبعا ينهوند في مصر في الفترة خلال 19 وحتى 29 من يناير المقبل وبعد كده بقى هيعودوا مرة اخرى للمنافسات المحلية طبعا فريق يد الاهلي اكيد بدءا من شهر فبراير المقبل واكيد طبعا بالنسبة لسيدات يد الاهلي ايضا عندهم توقف دولي وبعض اللعبات هيشاركوا فيه معسكر المنتخب مصر ان شاء الله خلال الفترة المقبلة وبعد كده هيعودوا مرة تانية للمنافسات المحلية على مستوى النادي الاهلي طبعا ده بالنسبة او فيما يخص كل الفرق الرياضية الاخرى والفريق الاول لكرة القدم ولكن خليني اقولك ان كمان يعني فيه حدث هام جدا داخل مقار النادي الاهلي باقي الجزيرة ان الاعضاء اكيد يقدروا ان هم يشاركوا فيه العرس الديمقراطي وانتخابات الرئاسة 20-24 الحقيقة اللي بدأت امبارح او كانت بدأا من امبارح وهتستمر النهاردة وايضا غدا الحقيقة ان فيه مقر لجنة هنا نهواند علشان اي عضو من اعضاء النادي الاهلي يقدر ان هو يضلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في عملية طبعا بمنتهى السهولة وايضا يعني احنا يمكن كنا موجودين بدءا من الصباح البكر النهاردة الحقيقة ان الموضوع بيتم فيه نظام شديد جدا ونظام كبير جدا وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي والحقيقة ان هم اي عضو من اعضاء النادي الاهلي سواء بالكرني او كمان بطاقة الرقم القومي يقدر ان هو يضلي بصوته هنا والحقيقة ان كان عايز اقول برضو ضمن مجهودات النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي ان هاواند يمكن كانت هذه الخدمة او انتخابات الرئاسية مخصصة لمحافظة الجيزة فقط ولكن الحقيقة تم التوسع فيها النهاردة واي عضو يعني يمكن بطاقة الرقم القومي خاصة به في منطقة القاهرة او محافظة القاهرة يقدر كمان ان هو يضلي بصوته يعني مش بس محافظة الجيزة وايضا محافظة القاهرة يعني خليني بقى اختم كده وزي ما بيقول ختمها مسك خلينا باركلك طبعا يا نهواند على حصولك على افضل موذيع رياضية لعام 2023 امبارح طبعا في استفتاء الافضل من وشواشا اكيد بقولك الف مبروك دي حاجة فخري لنا والكل الاهلوية وايضا اكيد منساش ان انا ابارك لشاشة قناة النادي الاهلي على حصولها على افضل قناة رياضية في 2023 حقيقة ان احنا كلنا كفريق عمل فخورين جدا باليعني المجودات اللي احنا بنبذلها من اصغر فرض لأكبر فرض الحقيقة وده اللي بيخلينا نحصل على الافضل دايما في كافة الاستفتاءات فاكيد ببارك لنفسي وبباركلك ببارك لكل متابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان على حصول القناة على الافضل رياضيا على مستوى عام 2023 طبعا بشكرك انهاوندي دي كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي باقي الجزيرة الكلمة ليك مرة اخرى تفضلي